اشتركوا في القناة سوف تشاهد اليوم معا أغرب الكائنات الضخمة التي تم العثور عليها في شاطئ البحر هل أنت مستعد؟ هيا بنا نبدأ في إحدى شواطئ المكسيك تم العثور على حورية البحر والتي تمتلك وجها جميلا مثل الإناث البشرية ولكن قدمها عبارة عن ذيل سمكة ويرجع أصل الحورية إلى أنه تمثال تم صنعه على يد صانعي في المقراصنة الكاريبي وقد كان يتم تصوير بها في مياه المحيط وقد ضعت الدمية من صنع الفيلم ليتم العثور عليها بعد ثلاث سنوات في إحدى شواطئ المكسيك وقد اعتقد كل من رأاها في البداية أنها حورية حقيقية وشعروا بالخوف الشديد من داخلهم الحوت الأحمر في إحدى الشواطئ النائية في إندونيسيا تم العثور على جثمان مخلوق بحاري لا يبدو عليه أنه ينتمي إلى العالم الذي نعيش فيه فقد كان لونه أحمر بالكامل كما أن المياه من حوله كانت حمراء وفي البداية انتشرت شائعات كثيرة وأساطير حوله وحول ماهيته ولكن في النهاية استطاع علماء الأحياء أن يتوصلوا إلى حزوز في جسده وعلموا أنه ينتمي لفصائل الحيتان المختلفة ويرجع السر وراء لونه الأحمر إلى البكتيريا التي تكون نتيجة تعفن جسده تعتبر رؤية أجسام أسماك قرش على شاطئ البحر شيء غير طبيعي بالمرة فما بالك إذن بالعثور على نصف سمكة قرش على الشاطئ في عام 2017 في إحدى شواطئ فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية تم العثور على نصف سمكة قرش حيث أن يبدو أن نصفها الآخر قد تم التهامه من قبل حيوان أكثر ضخامة ووحشية منها في الحياة العادية اعتاد الإنسان على رؤية قدم يصل طولها إلى 28 سنتيمترا كحد أقصى وما هو أكثر من ذلك يعد مقاسا ضخما ونادرا ما يتم إيجاده في إحدى شواطئ المملكة المتحدة جن جنون عدد كبير من الأشخاص الذين اعتادوا الذهاب إلى ذلك الشاطئ بعدما رأوا آثار الأقدام الضخمة على هذا الشاطئ وقد قالوا أن هذه الآثار تعود إلى كائن بحري مجهول يمتلك نفس جسد الإنسان لكنه ضخم جدا وأسطوري ولهذا فإن آثار أقدامه بهذا الشكل المخيف ولكن الحقيقة كانت مختلفة عن ذلك تماما إذ أن آثار الأقدام التي تم صنعها على يد اثنين من فنانين الرسم الذين قرروا رسم عمل فني مختلف يثير إعجاب ودهشة العالم أجمع في ولاية تاكسس بالولايات المتحدة كان هناك رجل يركض في جولة رياضية بأحد الشواطئ النائية في منتصف جولته استطاع أن يعثر على كائن غريب جدا وضخم لم يرى مثله من قبل وبالرغم من أنه قد لا يكون الأكثر ضخمة من بين الحيوانات البحرية إلا أن هيئته وشكله مخيفين جدا فقد كان طوله يصل إلى تسعة أمتار ويمتلك أسنانا حادة جدا يقضي الأخطبوط معظم أوقات حياته وهو يسبح في أعماق سحيقة بالبحار والمحيطات ولكن استطعنا أن نعثر على أخطبوط ضخم جدا على الشاطئ وهذا ما يعد أمرا غريبا جدا نظرا لطبيعته البيئية قد تم العثور أيضا عليه في إحدى شواطئ نيوزلاندا وتهافت عليه الناس لالتقاط صور معه والجدير بالذكر أن طوله كان يصل إلى أربعة أمتار هذا ليس الأخطبوط الأكثر ضخامة حيث يمكن أن يصل طول الأخطبوط إلى 12 مترا بالرغم من أن ثعابين البحر الضخمة تعيش في الفلبين وفي اليابان إلا أن أحد هذه الثعابين تم العثور عليه في إحدى شواطئ لوس أنجلس وتعد الثعابين البحرية الضخمة من أكثر الحيوانات التي تعيش طوال حياتها في أعماق البحر والمحيطات ومن الممكن أن يصل طولها إلى 15 مترا تقريبا بينما يصل وزنها إلى 240 كيلو متر عندما تم العثور عليه لم يستطع أي أحد حمله بمفرده من ضخامته حتى استطاع 18 فردا من حمله معا يعد القنديل البحري الضخم من أكثر الحيوانات البحرية المذهلة في شكلها وقدرتها على الحياة الأبدية لكن حياته الأبدية لا تفيده في بعض الأحيان إذ تم العثور على قنديل البحر الضخم في إحدى جزر دولة نيوزلندا هو ذو مظهر مخيف جدا يثير رعب في كل من يراه خاصة بسبب لونه الأحمر الدموي الظاهر على معظم أجزاء جسده والجدير بالذكر أن هذا المخلوق البحري يجتمل على حوالي 150 مخلب بحيث يصل طول كل مخلب إلى 37 مترا بالرغم من مظهره المخيف إلا أنه على الأقل لا يتسبب في موتنا مثل باقي الحيوانات البحرية الأخرى هو فقط يسبب ألما شديدا في الجسم إذا قام بلضغ الإنسان في إحدى شواطئ الفلبين تم العثور على كائن غريب جدا مجهول الهوية لكنه كان ضخما للغاية وحاول كل من رأاه أن يقترب منه ويلتقط صورا له لمعرفة هويته لكنهم عاجزوا جميعا عن ذلك حتى أرسلت الدولة مجموعة من علماء البحار لاكتشاف هوية هذا المخلوق قد توصلوا في النهاية إلى أن هذا المخلوق الضخم ما هو إلا حيوان الأطوم الذي يشبه خروف البحر في الشكل لكنه أكبر حجما منه يعتبر حوت العنبر من أطخم الحيوانات البحرية المعروفة والذي يمتلك أكبر مخ على الإطلاق من بين الكائنات البحرية والبرية المعروفة هو يتغذى كل يوم على أطنان من الأسماك المختلفة ومن الصعب جدا العثور على هذا الكائن في المياه الضحلة أو على الشاطئ لكن هذا ما حدث بالفعل قبل عدة سنوات تم العثور على جثته في إحدى الشواطئ النائية عندما قام العلماء بفحصه تأكدوا أن القمامة التي تلقى في البحر يوميا هي السبب الرئيسي في موته وخروجه إلى الشاطئ فقد كانت معيدته مليئة بأطنان من المواد البلاستيكية سمكة الشمس تعد مياه المحيط هي المسكن الرئيسي لألاف الأنواع والفصائل المختلفة من الأسماك المعروفة وغير المعروفة حتى الآن تعد سمكة الشمس من المخلوقات التي تم اكتشافها حديثا من قبل علماء البحار هي سمكة نادرة لا يسهل رؤيتها في المياه لكن في إحدى شواطئ كاليفورنيا تم العثور على سمكة الشمس وهي هامدة على الشاطئ قد كانت بحجم ضخم جدا على عكس طبيعتها حيث وصل إلى 2300 كيلو جرام والجدير بالذكر أن جسدها لا يتكون إلا من رأس وزعنفتين يمكنوها من السباحة في الماء موسيقى 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 موسيقى